اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة ده ده جزء من جلسة التصوير الخاصة بالجرافيكس بتاعة المباريات حضراتكم عارفين طبعا انه كل لعب يتم تصويره مع بياناته ومع اسمه ومع رقم الفانيلا بتاعته عشان بتظهر طبعا في الجرافيكس الخاص بالتشكيل بتظهر في الجرافيكس الخاص بالتبديلات لكن الساشن دي او الصورة دي صورة كهرباء دي من الفوتو شوت بتاعة النادي والذي الرسمي للنادي الاهلي الحقيقة يمكن في شكله حتى في الصور اللي شفناها في ملعب التتش لا يقل بأي حال من الاحوال عن اكبر انديت العالم يعني الحقيقة مظهر مشرف وشكل محترف ومحترم جدا ظهر به لعيبة النادي الاهلي وصورة جماعية للتاريخ انا اعتقد انه البطولة دي فرصة لكل لعيبة النادي الاهلي على عكس ما ناس كتير جدا شايفينها او زي ما اسمعنا يعني ناس بطولة ترفيهية او ناس بتقول مش عارف ايه لكن الحقيقة هي بطولة بالنسبة لنا مهمة جدا مشاركتنا فيها وتقدمنا في ادوارها بالنسبة لجمهير النادي الاهلي وبالنسبة لعيبة النادي الاهلي في غاية الاهمية الموضوع جد الموضوع مفهوش هزار وان شاء الله باذن الله زي ما عودنا النادي الاهلي خطوة بخطوة احنا طبعا همنا الاول وتركزنا كله دهاتي في مباراة الدحيل نكتازها وبالمناسبة النهاردة هيكون نهائي لكوبا ليبرتادوريس النهاردة نهائي برازيلي خالص زي ما كان النهاء الافريقي كده نهائي مصري خالص نهائي كوبا ليبرتادوريس برازيلي بارميراس هيلاعب سانتوس في النهائي النهاردة واللي هيفوز منهم هو اللي هيشارك في بطولة العالم الاندي اشتركوا في القناة